اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الا انها مع كل ذلك استمرت تشملها رعاية خاصة من طاقة الشباب الجبارة وحبهم لعمل الخير مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شارع القيادة والتي نخصصها امتدادا لحلقة الامس ونقاشا حول دور المبادرات الطوعية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في انجاح ثورة ديسمبر المباركة اهلا وسهلا بكم نرحب بكل المشاهدين الذين انضموا لمتابعتنا على الهواء مباشرة ولكل الذين انضموا لمتابعتنا عبر منصات التواصل اجتماعي عبر خدمة البث التي تجدونها فيها على منصاتي فيسبوك ويوتيوب نرحب بكم هذه تحيات وتحيات فريق العمل لليوم مقرونا بتحيات زميلة عفاف سر في جغة الاشارة نبدأ بترحيب ضيوفنا الكرام الاستاذ ايمن سعيد عضو مبادرة علاج المصابين والجرحة استاذ ايمن مرحبا بكم نرحب ايضا بالاستاذ الا احمد خوجلي مبادرة اطفال القيادة استاذ الامر مرحبا بكم مرحبا بكم بالأستاذ مقداد فضل عضو مبادرة علاج مصابي وجرح الكورو أستاذ مقداد مرحبا بكم مرحبا مقداد آلاء وأيمن ورحبا بكم مشاهدين الكرام كما يقال دايما في القيادة يعني في بداية نحن طالما البرنامج هو شارع القيادة خلونا نبدأ الليلة بأول مدخل وانت داخل على القيادة رفع يدك فوق والتفتيش بالجميع اشتركوا في القيادة اشتركوا في القيادة ما صائم تتفتش حتى لو صائم تتفتش الصور دي انتقطت اليوم بكاميرا قناة سودانية 24 من القيادة العام تحية لكل الشباب الموجودين في المداخل وفي المتاريس وهم مواصلين ويبدو أن عزيمتهم ما قلت بالعكس هي العزيمة زايدة أكتر وأكتر لهم التحية التحية لكل الناس الصاب بنا هنبدأ الحوار لكن بعد مشاهدة هذا التقرير اقوموا معكم لن يسلم من يتصدر للعمل العام والطوعي تحديدا من أسنة الرماح ذلك أن المحرك الرئيس لأعمال الفرد والجماعات هو الربح أي يكن ولأن البون أصبح شاسعا بين السودانين والتجرد منذ بعض الوقت إثر إحلال ثقافة المكاسب الواضحة فإن من العسير إقناعهم بخلو كل الأعمال الخيرية والطوعية من الغرض وذلك على الرغم من تاريخهم الطويل في العمل الوقفي الطوعي الخيري ومن قبله النفير الذي هو الحامل الثقافي لكل الأعمال اللاحقة أبسط مثال على ذلك هو أن العمل الخيري نافذة مفتوحة على الخارج فقد طبعت الأعمال الطوعية والخيرية في أذهان الناس وجود محسن رجل بر وإحسان خفي يعتمر قبعة إفرنجية أو يضع عقالا على رأسه وفي الحالين ثمت ما يريد المحسن الخفي قوله تنفيذه بمعنى أن هناك أجندة وراء المحسنين الغامضين وهناك شبهات حول المتطوعين المحليين وللتاريخ كانت أولى الحوادث حول فساد القائمين على الإغاثات والإعانات القادمة من خارج السودان والدعومات في فترة الديمقراطية الثالثة على أيام السيول والفيضانات عام 1988 لكن فترة حكم الإنقاذ شهدت تلعبات كبرى في الإغاثات والإعانات والعمل الطوعي عموما إلى درجة يمكن وصفها بالفضائح وهو شيء سيواجه جميع المبادرات الطوعية في السودان إلى أن يثبت العكس على الرغم من أن الكثير من المبادرات والمنظمات الطوعية أوجدت لنفسها مكانا بارزا عليا في وجدان السودانيين إلى ذلك فإن أكثر التهم رواجا حيال العمل الطوعي ومبادراته هي أنه خرطومي متمركز في حدود العاصمة قل ما يتحرك في جغرافيا جديدة أو بعيدة في الوقت الذي تشهد فيه الأطراف القريبة والبعيدة من الخرطوم كوارث ومجاعات أو بئة وأمراضا نقصا في كل شيء تقريبا فهل يعي المبادرون ضرورة الانفتاح أكثر في ظل غياب الدولة؟ إن أكثر التحديات التي تواجه المبادرات الطوعية هي أنه في حال فضى سامر الاعتصام في القيادة وهو أمر حتمي بلا شك سيكون الكثير من الأطفال تحديدا الذين انصب عليهم بعض جهد المبادرات قد عادوا إلى حيث لا يدري أحد فما هي الخطط في أعقاب ذلك؟ هل هناك تصورات كبرى لرعاية مستديمة؟ ومن أين ستلب المبادرات تكاليف التصورات الكبرى هذه؟ أم أن ذلك كله سيذهب أدراج الرياح عقبا في ضعب السامر؟ أهلاً ومرحباً لكم مشاهدين الكرام هذه الحلقة الجديدة من شارع القيادة أنا سعيد جداً باستضافة ضيوفي الكرام اليوم نذكر به مرة أخرى الأستاذ المقداد فضل عضو مبادرة علاج مصابي وجرح الثورة المهندس الأستاذ عيمن سعيد عضو مبادرة المصابين وجرح أيضاً والأستاذ ألاء أحمد خوجة لمبادرة أطفال القيادة أبدابيك فوالي المقداد يعني زي ما تابعنا في التقرير في سؤال كبير باعد يتأسس أنه ماذا بعد اعتصاب القيادة؟ يعني الآن مناخ سياسي جديد يبدو أنه سيشكل أيضاً مناخ مجتمعي جديد كثير يتنبأ أنه المناخ ده سيكون إيجابي لحد كبير يجب أن تكونوا لعبين أساسيين فيه فهل هناك تصورات لما بعد الاعتصام؟ لا نقول بعد الثورة لكن بعد الاعتصام طبعاً نحن نفسك للمبادرتنا مبادرة عمل طوعي مدني نحن نشارك أو نحن نشارك فيه خلق الجو والبيئي المدني اللي نقدر من خلاله ننفذ أعمالنا دي لأنه يحصل التحول من الدكتاتورية للعسكرية للدولة المدنية الديمقراطية الحرة فلازم كلنا نشتغل على الأساس ده ده لشي الخلاني حقاً في الاعتصام حنكون صببينها في الاعتصام لحد ما تتحقد مطالب وجود الدولة المدنية فده ده القول حقنا في الموضوع جميل جداً ألاب نرحبك برضو يعني ملاحظة أنه في نمو وتزايد لميولة شباب فترة الثورة للاتجاه للعمل الطوعي أنتو شغالين في مجال مهم مجال الأطفال تحديداً بكل فئاتهم الأطفال المحتاجين لرعاية أول حاجة أنتو بتشتغلوا شنو للأطفال تحديداً نحن نصن ده مجال منظمتنا اللي هون الأطفال اللي هم تسعبوا دراستهم بأي سبب كان عشان يعيلوا أهلهم بنقوم من دخل الأطفال دي المدرسة بنشوف مشكلة الأهل شنو إذا مادية بنحاول نعالجها على المشاعر الصغيرة أو ما إذا ذلك نفس الفئة دي أو الشريحة دي الجناب في القيادة بصراحة القيادة كانت بالنسبة لهم مكان يعني أنه يعني كما أوليهم حتى الأمان اللي كانوا فاقدينه في الشارع اللي يقو في القيادة نحن الأطفال دي عملنا الخيمة عساسية أنها تكون جاذبة للأطفال وأن الأطفال يكونوا عندنا لن نعمل لهم تدريس بالمعنى الحرف للتدريس لكن بنحاول نعمل عادة تأهيل لهم عشن ندمجوا مع المجتمع هم الأطفال فاقدي السند مشكلة؟ فيه فاقديث سند وفيه أطفال يعني وضعهم المادي التعبان وفيه أطفال عاديين لكن أطفال عاديين دي نحن بندمجوا مع الأطفال دي عشان يعني نحاول نعيد لهم الثقة في المجتمع لأنهم فقدوا ثقة دي ده الهدف الأساسي منهم جميل أيمن برضو مواصلة للسؤال لكن من زاوية أخرى تزايد القبال على العمل الطوعي شي جميل ومبشر في مخاوف بسيطة زي ما تكلمت أنا والمقدار قبل شوية عن إن استمرارية الموضوع ده لقدام لكن خلينا نقيف عند الأسباب الحقيقية اللي دفعت طاقات كبيرة من الشباب للانخراط الآن للعمل الطوعي والمجتمعي اللي هو بيهدف في نهاية المطار لتحقيق تغيير سياسي واجتماعي كبير في السودان طبعا هو من مدة طويلة كان العمل الطوعي عموما ملجأ لتفريغ طاقات الشباب ممكن من بداياتنا في العمل الطوعي وجدنا أنه العمل الطوعي بمكان جيد نحن نفرغ فيه طاقاتنا لكن في الفترة الأخيرة العمل الطوعي خل الشباب يكونوا يشوفوا سواءات الحكومة السودانية في العهد البائد في تقصيره سواء كان في الصحة في التعليم في غيره ده من خلال العمل الطوعي خل الناس تشوف الحياة دي من نقطة قريبة جدا بين خراطها في العمل الطوعي في الحزد دي عشان تغطي الصغرات اللي كانت موجودة فده أدى الشباب مكان يفرغوا فيه طاقاتهم المهودة اللي هي ما لاقين حتى يفرغوها فيها جميل المقداد خلينا نتكلم عن مدان الاعتصام ملاحظ أنه أبرز خطوط عامة للقضايا المنوطة ببناء الدولة إعادة بناء الدولة التعليم الصحة مكان معافى تماما يعني مكان ما فيه فقر كل الناس بتتعلم كل الناس بتتعالج برضو بعدالة حريات بالدرجة الأولى زي ما ذكرتها في جو بتاع تعافي جميل دور برضو عليكم كبير يتنقل نعمل كوبي ديست للقيادة دي في كل مكان جاهزين إن شاء الله لو لاحظت في شارع القيادة بتلقى دائما في منابر بتاع التوعية شغالة هي بتهتم برفع عي الزوار أو المعتصمين بيجوا للشارع القيادة من خلال المنابر دي نحن بنفتكر إنه حيصر رفع للوعي اللي هو دي ده لب الحياة المدنية الحقيقية للدولة السليمة المعافى والشعب الوعي بنفتكر إن السودان شعب واي الشعب السودان شعب واي الشعب عارف حقوقه إلى حد ما إنه فيما بتكر تعريفة هي حاجة سيئة واللي جيد إنه هو شعب صبور تصبعك ثلاثين سنة لكن بعد ذلك بتعريف سليك شنو دي الحاجة اللي نحن بنشوف في الشارع القيادة كيف نحن نقدر نرتقي بوعي الناس في حال إنهم كانوا غير وعيين بالقضايا بتاعتهم زي ما ذكر أيمن الحقوق بتاعتهم الصحية الحق في الصحة الحق في التعليم من قبل كده الحق في الحريات الحق في الحياة الحق في كيف إنه ليه تعتقل يعني عشان عندك رائل ليه تعتقل عشان أنت تطاربط بحقك ليه أنت تطلق عليك رصاص أو تصاب بمبان بس لأنك طلعت في الشارع قلت حرية سنعم وعدالة أو قلت تسقط بس نفسها يعني ليه مشكلة وين يعني ما أقوله يعني لكن ما لم هو يكون فعلا في نقصه جواه وما كانت الهتافات أو المطالب الطبيعية دي أثرت فيه وخلته يتعامل بردد الفعل الصبياني دي الحاجة اللي نحن بنشوف في شعر القيادة هي فعلا ممكن تكون صورة مصغرة للحياة السودانية العادية أنه يا أخي أريد أن يعمل الشيء الدائر وطالما أنه ما معتد على الحكومة الحياة السودانية المشهودة نحن كلنا ندار لنا طالما أنه أنت ما معتد على غيرك طالما أنه أنت ما مسبب بالأذى للآخر وين المشكلة يعني أنك تعيش حياتك الطبيعية دي الحاجة اللي نحن بنشهده طيب أنا برضو قبل ما أمشي يعني أنت من خلال تواجدك في شارع الحوادث لقيت مبادرات كثيرة شارع القيادة؟ أفواً في شارع القيادة تحية لمبادرة شارع الحوادث لقيت مبادرات كثيرة شارع الحوادث وغيرة من المبادرات علاج نصابين الجرحى وغير شنو المبادرات الفاعلة تحديداً اللي هي ممكن يعول عليها السودانيين في المرحلة المقبلة في مرحلة ما بعد الثورة أو ما بعد الاعتصاب تحديداً هي الصعب أنك تسمي صراحة يعني أن الشباب القدر أنه يهز يهز الجبروت اللي كان قاعد ده أين كان المسمى بتاعه ما بتكذر أنت تخطه في تصنيف معين وتخطه في حتة معينة لو قعدت أنا أسكول لك هنا الـ122 الـ122 منظم الشغال في الخرطوم أو في السودان عموما ما حكفي الحلقة ما حكفينا كل الشباب والشابات الحضروا لشارع القيادة هم الشباب عندهم روح المبادرة في ناس خلقوا مبادرات داخل شارع القيادة في ناس جوبوا مبادرات من برة في ناس كان عندهم مبادرات في الخارج لكن قدروا يشكلوا مبادرات تخدم الغرض اللي خلانا نكون موجودين في شارع القيادة إمكاني أنت تكون معرف نحن وجودنا قليل في شارع القيادة نحن نكون وجودنا في المستشفى مع المصابين أو في بيوت أسر الشهداء اللي هو دا كمان بند جديد بند كبير وواسع جدا جدا شوية بتخلي زمنك ضيق لكن قدر الإمكان الواحد شفت لو يحصل شونه تحكي له الساعة أربعة صباحا تحس بموضوع بتاع شارع القيادة زي اللي لوصله لا تستطيع تخطو دائما في وقت الثورات بيكون في حس بتاعنا في العام كل الناس يدينا واحدة نحو هدف واحد في رأس بتخوفوا من أنه الحالة الثورية في العمل الطوئي دي خلينا نسميها إذا صحت التسمية أن تنتهي بعد بانتهاء مراسم الثورة دا بيعتمد على إيمانك بالحاجة اللي أنت بتعمله يعني أنا شايف أنه كل المبادرات الموجودة في القيادة دي مبادرات مهمة المجتمع نحن خالقينه في القيادة دي المجتمع نحن عاوزينه أصلا في السودان يعني نحن الدولة المدنية المنشودة الموجودة في القيادة دي الدولة المدنية اللي نحن دايرينا في السودان يعني صحة أنا مع الأطفال الموجودين معاي في المخيم أنا بمشي العيادة مجاني متعالجوا الأدوية بأخذها مجاني الأكل الشراب ما بشي لهم حاجة يعني ما زي أنت في الواقع بتكون شاي لهم بكرة تعمل شنو نحن الحاجة دي لو تنقلت من القيادة من من الأرض الاعتصام للسودان السودان حيتغير أنا شايفة أن الوعي الموجود في شارع القيادة الروح الوطنية الموجودة في شارع القيادة ما أظن أنه هي تنتهي في يوم أو يومين ولا أنها تنتهي مع دي حاجة موجودة فينا نحن من الزمان عاوزين أن الحاجة تكون موجودة أصلا في الحقيقة على أرض الواقع مش بس موجودة في أرض الاعتصام الحاجة دي لو نحن أصلا كنا دارينها في أرض الاعتصام ما كنا نحن نقول لنا جينا وعملنا مبادراتنا دي ما كان كل الشعب السوداني متكاتف ما بتحس أنه أنت الناس ما بتشوفهم أول مرة بتشوفهم في شارع القيادة تحس نفسك أنك بتشوفهم يعني شوفتهم لك سنين فما أظن الحاجة تنتهي بس مع انتهاء الثورة نعم أيما كلام ألادب يعني أن المعتصمين انخراطهم في عمال المبادرات الطوعية وفي المبادرات الطوعية وفي المنظمات وفي مساعدة الغير هو تعبير طبيعي وعادي جدا عن توقهم خلينا نقول أو حماسهم للتغيير وخلق مجتمع جديد مختلف تماما قد تختلف المعطيات خارج ساحة الاعتصام أكيد طبعا لأنه خارج نطاق الاعتصام تحديدا نحن بنرجع للسودان اللي سمازال محتاج أنه بعد إن شاء الله انتهاء الاعتصام بحكومة مدنية حيقوم كل الناس في الاعتصام سترجع لمناطقها أحياء مجالاتها اللي هي شغالة فيها عشان نحن نتحول من كلمة تسقط بس لنبني بس نمشي نبني في مجالاتنا في التعليم نبني في الصحة نبني في كل المجالات المحتاجة البلد حاليا عشان كده بيقول لك شارع القيادة حاليا هو صورة مصغرة لمستقبل السودان إن شاء الله جميل المقداد ربما أنتو كمبادرة علاج مصابين الثورة والمصابين والجرحة ودعم أسر الشهداء شهداء الثورة حصل لكم تعتيم إعلامي كبير مقصود كان في فترة من الفترات وشيطنة إعلامية برضو في أوكاة كثيرة خليني نقرر بيها الحاجة دي موجودة كانت موجودة لدرجة خلت ناس كتار جداً يتساءل ولكن لم يقل الانتفاف حولكم كان في ما يشبه بالإيمان على الفكرة دي أنكم مستحيل تكونوا قصدين حاجة تانية ومستحيل أثبتت الأيام أنه أنتم كنتم على حق وزاد الانتفاف عليكم دائر أعرف حجم العمل أن كنتم بتبذلوه تحديداً في البداية خليني أعتذر لأسر الشهداء ولأسر المصابين لأننا لم نستطعنا نصلهم خلال فترة اعتقالنا كنا اللي تراوحتنا بين 75 يوم لأربعين أو اثنين واربعين يوم اللي أقل زور فينا أعتقل أو 28 يوم في كتير بين الوسر ما قدرت تصلنا لأن اللي زي ما أنت قلت حصل تضييق لغاية التواصل بيننا وما بينه الحاجة دي لحده هس مسبب لنا كتير من الآلام والمشاكل يمكن لو أنت عرفتنا أنه خلال السورة لمدة أربعة شهور دي نحن بس وصلنا أكتر من ألفين مصاب ما بين مصاب وشهيد بواقع خمسمية في الشهر بواقع أكتر من مية مية ستة وخمسين ومية ثمانية وخمسين نفر في اليوم فدي هذا رقم مهور رقم مهما أنت تكون تقوي مهما أنت كان عندك حماس لابد أنه يخنقك لابد أنه يضايقك فبس نحن بنعتذر لكل الأسر اللي ما قدرت تتصلنا خلال فترة اعتقالنا وما قدرت تصل للمبادرة في الفترة ديك الحاجة الثانية قالوا سؤال شنوه كيف حجم العمل خليني قبل حجم العمل داني كلام ده حليبا موضوع تاني كيف كنتوا بتقدروا النقدار تشتغلوا أنت تعثرت جدا شكلك تذكرت حاجة كيف كنتوا بتقدروا تشتغلوا في ظل دولة بوليسية دولة شمولية كنتوا حتى متعرضين يعني في الظروف دي الرقم الكبير ده كيف كنتوا بتقدروا متصلوه أكتر من ألفين تنسيق حسن التنسيق ممكن أنت مع يعني نحن لينا في العمل ده قرابة 11 سنة فبصراحة الشباب السوداني والشابات السودانيات لو هبشتوا قلت لأخي دا يردم من الشارع بيجيك لو هبشتوا قلت لأخي طلع الشباب دا ينمي المظاهرة عندهم اختناق والله ولا بيعرفك بيسوقهم بيطلعهم بيوديم لك بيقول لك وديمه بيوديم لك المستشفى يعني إحنا نفتكر أنه كنا عبارة عن منسقين أو مناولين أكتر من أنه نحن القوة الدعفة على الموضوضة فهنا الموضو سهل علينا كتير شيراً بفتكر أنه السودانية نوروح الخير الماقدرون الناس خلال 30 سنين إنه مكتلوا في الشعب السوداني لسه قاعدة وهي دي ساعدتنا في أنه نحن ننسق العمل ده ومستعدين تاني ننسقه لمئات المرات لحد ما نصل للعزنه لو سألتني حجم العمل الإمكانية بتاعت الحاجة دي جاتنا من وين والله يحس السودانين والله يفتزور يقطع من اللحم ويديك الناس قد تتخلع من الدعمات اللي بتجمع من السودانين من الخارج ما عرفين أن السودانين في الداخل بيكون عنده جنيه بديك له وبينفي المواصلات أو بيمشي كالداري عشان يديك جنيه عشان بس يقدر يضمن إلاج واحد قاعد في مستشفى فأنا بفتكلم هي روح الناس وروح الخير القاعدة فينا وما حيقدروا الناس يكتلوا يكتلوا ولو برغم محاولاتهم المستمرة في الثلاثين سنة فاتت ما كان ما كتلوا ولا حيقدروا يكتلوا ده الشي الساعدنا في أنه نصل للرقم الكبير ونعتزل عن الرقم المقدر جميل خلينا أخذ من آخر نقطة ذكر المقداد يعني السودانين الواحد لو عنده جينيه زي ما قال بيديك له يعني بتصرف بعدك لعلاج المصابين والجرح الحمد لله نحن انتهينا من المرحلة دون نتمنى تاني ما تصير قطرة دم واحدة سودانية يعني إن شاء الله بيكون الانتقال للدولة المدنية انتقال سلس كلنا كسودانيين بيتمنى الكلام دين هل تفتكروا أنت وانت شغال في مجال تعليم الأطفال أو لرعاية الأطفال عموما هل تفتكر أنه برضو ممكن يكون حماس السودانيين لمرحلة البناء للتعليم الأطفال لرعاية الأطفال لإيواء الأطفال إنه ممكن يديك جينيه برضو علشان الأطفال يتعلموا بنفس الدافع الكانب يدبعوا الشباب دين ناسا المقداد وغيرهم هو طبعا التعليم ده أهم حاجة بالنسبة له تعليم الصحة يعني فيه تجارب لدول فقيرة بسبب التعليم الصحة بقت من مصافة الدول الغنية أنا شايفة أنه المبادرات جميلة أنه فيه تكافل أنه فيه شعب السودان شعب كريم بس الموضوع صعب شوي بالنسبة لنا نحن كتعليم أنت يعني بتغير نظام قديم عشان تعمل نظام تاني النظام القديم ما كان مولي بالتعليم أهمية ده حاجة حقيقية جدا يعني التعليم سيء حتى الأساليب سيئة ما فيه ما فيه وعي ما فيه وعي حتى أبسط حقوقك يعني ممكن هما يورق شنو واجباتك بس ما يورق حقوقك شنو في التعليم يعني ما فيه وعي بساطة ما فيه وعي سياسي دي مشكلة كبيرة أنك إنت ما تكون وعي ما فيه وعي لمسؤولية اجتماعية بيركزوا على حاجات معينة أنك تأخذ دلجات يعني فيه التعليم ما بس أنك إنت تعليم أنت لازم تربي أنت بتربي جيل كامل دي مشكلة كبيرة أنت تنشئ جيل ما عارف حاجات كتيرة مفوت كان يقرفها فإنك تتغير حاجة زي دي في يوم وليلة شي صعب لكن إنك إنت إنك إنت تتحاول إنك تتغيره ما شي صعب لكن إنك تتغيره بسرعة وبسهولة ما أظن إنه بالسهولة دي نحن محتاجين ممكن السودانيين يعملوا يدفعوا برضو بنفس الطريقة دي لقدام لدعم التعليم تفتكري كده أكيد يعني أكيد لأنه أنا لمست حاجات كتيرة من الميدان يعني من في الاعتصام لمست أنه فيه ناس كتير جوا وكانت الخيمة بتاعتنا يعني بالنسبة لهم يعني لمستهم لمستهم في حتات كتيرة أنا يعني يعني مؤمنة أنه السودانيين أنه ممكن يساعدون في حاجة زي دي في مبادرة بتاعتنا جميل جدا شاهدين الكرام فاصل ونعود قمعنا تديني 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 سلام أدانة والثورة قياد الشعب لازلنا في شارع القيادة مرحبا بكم مجددا المشاهدين الكرام أيمن المقداد قبل الفاصل يتكلم عن يعتذر لكتير من أسر الشهداء والجرح لهم ما يتمكنوا أنهم يوصلوهم بسبب الاعتقال والمطاردة والملاحقة أنا دار أسأل في اتهام لكم ولكل المبادرات أنه عادة بيتم إغفال بعض المصابين أنهم بيكونوا خارج نطاق المركز أو حتى الشهداء برضو بيكونوا خارج دائرة عملكم وخارج نطاق العاصمة والمدن الكبيرة هل الاتهام هذا في محله هو الحاجة والله إحنا بغدر الإنقام بنحاول نصل كل المناطق اللي إحنا بنشوف فيها أحداث أو فيها إصابات أو كده يعني حاليا إحنا عندنا أسحة حاليا إذا كان عندنا تمانية راقدين في المستشفيات ستة منهم من خارج آية الخرطوم فإحنا بغدر الإنقام بنحاول نصل كل الناس بنقدر نصلهم لكن طبعا وكانت بتجينا التسالات من خارج آية الخرطوم من كل المناطق فبغدر الإنقام نحنا كنا بنحاول نصل كل المناطق أنا بفتكر إنه الاتهام إذا سمينا الاتهام صعب ولكن نسميه نقضي يعني صعب نحنا أي مكان سميه إنه حصلت فيه إصابات بتلقانا نحنا نتصل نحنا نحنا نجونا ناس من خشم القربة نجونا ناس من نيالة القضارف الدمازين الكسلة نحنا نشوف الجدل بتاع المواكب الناس بتركز ما شاء الله الناس دين ما بجله دائما دائما بخلو بإصابات فبينكون مركزين دائما فيه تواصل بذكر لحد الحالة بتاعت نيالة جاتنا من نيالة جارين فالحالة ثلاثة أو الأربعة صباحا عشان يلقوا مستشفى فاض عشان يدخلواها فيها وتم التعامل مع الحالة طيب على ذكر الاتهامات دي على المقداد يعني البعض بيقولون أنكم أدخلتوا علاج الجرحى في نفق اتهامات عديدة أو هل تم التغلب عليه فعليا يعني نفتكر المصداقية والشفافية هي هي سلاح الوحيد نحن بنشوف نفسنا أن الناس ما عندنا سند كبير ورانا يعني غير يعني نحن ما عندنا مسمى رسمي ما نحن تعمل لها وزارة ما نحن تعمل لها منظمة كبيرة ما نحن تعمل لها مؤسسة دولية نحن شباب سودانيين ما في ورانا إلا الشعب السوداني هو الممكن يسق فينا هو بنحاول نحن نكون بنخلق المصداقية دي عشان لماذا نقلت الدعم من المجلس العسكري من آليات المجلس العسكري صعب أنك أنت تدعام معه بشكل مباشر المجلس العسكري إذا هو فرض نفسه كوزارة الصحة إذا نحن ما كان مفروض يكون عندنا دور مفروض يودي دعم مدارة وزارة الصحة قد هو يتسبب أنه ما في وزير صحة لكن في وكيل وزارة الصحة وفي مدارة مدارة من وزارة الصحة دي يمشي يودي الدعم عن طريقهم أو يمشي خاطب إدارات المستشفيات هي بشكل مباشر ممكن تدعامل معه نحن جيها مدنية بنفضل أن ندعام مع جيها مدنية المجلس العسكري إذا كان فرض نفسه كجيها دارة تدعامل بصلاحيات رئاسة الجمهورية في صلاحية رئاسة الجمهورية في الشكل الطبيعي للحياة تدعام مع الوزارات حقتها والأذرع بتاعها الطبيعية اللوس بتاع المؤتمر الوطني زمان بتاع أنه هو الدولة تدعم منظمة عشان تدعم يعني ما تقدر تعرف بتلقى وزارة الصحة بتدعم منظمة بتشتغل منظمة حقتهم تشتغل إلاج المصابين في حينه دعمهم بشكل مباشر يمشي للمصابين عبر وزارة الصحة لكن هم كانوا بتعاملوا معك جيها قومية فإنحنا ما عايزين نقع في المطبدة ثانية زايدا أنه يا أخي النساء العسكري المصابين دلم معه يعني ما حجلنا يعني ممكن هو يصلم بأي شكل وحاول أنه يصلم يعني منهم من تواصل معهم منهم من رفض يعني فسوائل ما نحن نشوف أنه ما من حقنا أو ما ما من حقه إنه نحن يحصل بيننا التواصل دا نحن جهات متباينة ما منطقة نحصل بيناتنا تعامل هو عايزي عايزي يشتغل إذا عايزي يشتغل كعمل خير ما بيحتاج لنا عبر وزارة الصحة إذا عايزي يشتغل كواجبات وبتاعة الدولة عبر وزارة الصحة عايز يشتغل كعمل خير هندل الكلمة العيانية إذا عايز يشتغل شو ودعاية إعلامية وخلل بروباقندا ودعا يخلق لنا نفسه مكانه في القبول في المجتمع المدني برضو ما محتاج لنا نحن ما حنكون نحن الجسري بتاعه لخلق الحاجة دي فبنفضل إنه يحن مش نقبل ونرفض الحاجة دي ما بتجي ما ينفع نشاكين في المصداقية بتاعت الحاجة ما بزيادو شاكين في المصداقية يعني ما ممكن تخلك مصداقية في عمل زي دي يعني أنت المصداقية دي أنا دكتور بعالج طبيب لكن ما في مهندس بعالج مريض ما في مهندس بعالج مريض فإنت عسكري شغلتك تحمي شغلتك تحجز عندك مهام معينة محترمة ومقدسة وكل الشعب بيحترمة ما دخلك يعني بالصحة والتعليم ما شأنك يعني وما أدراك يعني تمنوع بتعرف لكن إذا هو كسودانيين عايزين نشتغلوا في المجال ده الشارع فاتح يعني ما رفضناهم وبالعكس يعني لمنجوسة ألونا والأيون هون هندلهم يعني منكم لهم نعم المتاح الموضوع طيب أهلا مبارح سألت سؤال للشباب اللي كانوا موجودين معنا سؤاله حكرروا لك الآن في مفهوم يوقع يقال أنه في يعني زي ما في أحزاب الفكة وجودة في منظمات يعني في وسط المبادرات بتشترح منظمات شنطة كده يعني كثير آلاق من منظمات يعني أنا عندي منظمات كده غير خلينا من منظمات الكيزاني التي كانت شغالك منظمات كثيرة يعني مجال واسع للتكسب لللعب بمشاعر الناس والاستغلال للحوجة والعوز من وجهة نظركم أنتوا ناس الآن قاعدين في الميدان على الأرض بتقدموا خدمة حقيقية في وقت كل السوداني محتاج لكل المنظمات دي اللي في جزء منها كبير اختفى منه منظمات المؤهلة لأنها تكون موجودة في الفترة القادمة لأنه برضو مجال منظمات المجتمع المدني والمبادرات ده مجال برضو فيه امتدادات كثيرة جدا وكلام كثير حقيقة أنا ما بقدر افتيلك في حزي دي أنا بجي من الميدان بقوة الطوارف المخيم ما بتابع لا رؤيتكم المنظمات شنون مفروض تكون موجودة في الفترة الجاية بشكلها كيف مميزات هل الكترة ديها حاجة كويسة أصلا لا لا الكترة دي حتى في الأحزاب يعني ما كان حاجة كويسة يعني ما شاء الله نحن كوم عندنا مية وحاجة حزي يعني عملوا حاجة ما عملوا أي حاجة شاكر في الغاعت يعني ما في حاجة كده يعني حتى المنظمات تكون كثيرة يعني بالشكل المهول لكن صراحة بالوضع الراهن لو المنظمات شغلها شغل على أرض الواقع حقيقي وبالكترة دي المفروض السودان يبقى حاجة تاني يعني لو الشغل كان حقيقي يعني المفروض يعني أنه إحنا مؤسسات المجتمع المدنيدي حاجة بهمة جدا في الدولة يعني أنا مسكة منظمتي لو اشتغل الصح ومنظمة تاني اشتغل الصح والعدد المهول من المنظمات يشتغل الصح السودان لا يحتاج أصلا ما يكون دولة فقيرة دالوا اشتغلوا صح وبمصداقية ومن غير سريع يعني لكن يعني عدد كبير ما في شي شايفاه فأنا ما 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 ظل المنظمات كلها شغالة شغل صحيح يعني نعم طيب طبعا مشاهدين الكرام يعني فترة الاعتصام هي فترة نحن الآن بنعايش فيها كلها أجواء أجواء جديدة لكثير من الناس تحديدا جيلنا نحن يعني ما شوفنا وعي زيدة ما شوفنا حاجات زيدي كثير من الناس ذهلوا بالحاجة الموجودة الآن بالإبداع الشعبي خلينا نسميه الموجود في ساحة الاعتصام واحد من الشباب برضو بكرر الحاجة تقولها دائما بيقول لي أنه ميدان الاعتصام وساحة الاعتصام ده أكبر مصحة للتأهيل النفسي على مستوى العالم حاجة بتخلش فيها كده بتطلع بتبقى زول زول مختلف يعني في مكتبات انتشرت في معرض للكتب وفي مكتبة موجودة داخل ساحة الاعتصام للقراءة المجانية للجميع تحت الشعار وخلينا نقف عند الشعار تحديدا قراءة حتى السقوط التام ده شعار في وقفة كثيرة خلينا كده نشوف الفيديو ده ونجي الواصل لكم معا موسيقى موسيقى من حياتنا او فيناس بزو من حياتنا انها تكون بتطلع على الكتب يعني تقرى الكتب بالذات يعني عشان كده جاتني فكرتوني احنا نعمل مكتبة دائمة يعني في كم تيم بيعملوا ايام بيتجفى كتب لكن بيكون ساعات وبتخلص انا جاتني فكرتوني احنا نعمل مكتبة تكون دائمة في الاعتصاب على اساس انه برضو احنا سورتنا دي بتهتمت بشكل كبير على الوعي فجات من هنا فكرت المكتبة معاي شباب ريهام دوبر محمد عبدين الشباب بتاعنا التشكيليين هم دعموا بشكل كبير المكتبة دي وساعدونا في شباب كتيرين برضو معتصمين كانوا مانحين لنا من الكتب لان الكتب دي ما منحتنا لها اي مكتبة هي عبارة عن سلف من المعتصمين داخل الميدان الفكرة من انشاء انه احنا نوري الناس خارج داخل الاعتصام لانه احنا داخل الاعتصام مقسمين ما منكون عارفين انه هناك في شنو هنا في شنو كده فكلنا مثلا الناس برجع البيت برجع او بفتح النات بشوف الحاصل شنو في باقي الميدان يعني فشنو فالصفحة فكرتة انه توري الناس في الميدان زادهم انه مكتبة قاعدة في التدريب المهني شكلها عامل كده مهيئة بالطريقة الفلعانية عشان الناس تيجي تقرر فيها لانه الاعلان كان داخل الميدان للاقي صعوبة شوية دي فكرة الصفحة عشان نوري الناس داخل الاعتصام انه جوه في مكتبة وبرضو نوري انه احنا محتاجين دعم بتاع كتب من الناس اللي بيجوا الاعتصام اول ما بيجوا الاعتصام لكن ممكن يدعمونا بيكتب انا بعتبر انه المكتبة هي جزء من الاعتصام او هو المبدأ الرئيسي انه الناس داره تخلي الناس تكون وعية عن السورة وعن الحاصل في السودان لانه معظم الناس في الاعتصام مع عارفين الفكرة من الاعتصام فينا وما عارفين الحقوق ومشان فبطي المكتبة دي بتوعي الناس عن حقوقها وتعرم الوعي وكده فانا بعتقد انه المكتبة هو يعني فكرة كويسة انه الناس تشوف المكتبة وتطلع على الكتب الداخل في المكتبة احنا في الاول قبل رمضان كنا بنفتح عادي من الصباح يعني التمانية كده من تسعة احنا بنفتح المكتبة بتكون شغالة لغاية الساعة تمانية ميسا في الاول الكتب كانت مسيطة يعني كان مثلا فيه مانحين بس نحوانا كتب من الصوار نفسه بعد شوية بدت تزيد كل واحد بيجي المكتبة بيجي تاني يوم بيجي معه تلاتة كتب بيجي تالي يوم بيجي معه أربعة كتب صراحة وقاعد يعني ما بمشي البيت إلا بعد ستة خمسة يوم كده بيجي بيجي بغير ملابس وبيض أولي وقاعد هنا ما قاعد رمشي البيت بين المكتبة وبين المنابر وبين الندوات الصغافية والإنسان بوععه وبعرف داري عرف هو شنو أصن ومضو الطلبات شنو عليه شنو بلد ودائرة شنو كده يعني فأنا ما انقطعت من المكتبة دي ولا انقطعت من الدورات دي وقاعد صاب بيه من يوم ستة أبريل بيجي بملابسي وبيحاجاتي كلها قاعد بيجي على أساس انه الانسان يوعى ويمشي لقدامه يعرف متطلباته يعرف حقوقه وواجباته وكده الفكرة بتاعت المكتبة انه هي كمكتبة كمكان حتينتهي بصبوط التام لمنظومة الكيزاء للمجلس العسكري لغاية ما إحنا نستلم حكومة مدنية ونحقق مطالبنا اللي إحنا جينا لها المكتبة كمكان هنا حتينتهي هي أصلا ذاته جاية من فكرة مبادرة تفتح اللي هي عمل محمد هاشي والله يرحم ففكرة المكتبة حتينتقل طوالي للمبادرة بعد ذاك حنشتغل بها الفترة الانتغالية كلها على أساس أنه هنغير في شكيلة شوية على سننكون شغالين على الوعي بتاع الشباب والوعي بتاع المجتمع بطريقة أكتر شكرة بتاعت إنه يكون في مكتبة موجودة داخل ساحة الاعتصام شكرة ممتازة شديد يعني 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 هو الحقيقة بتختصر الوقت للمعتصم من المدن اللي بيكون موجود بالنهر من الكتافات من بعض الحراكة اللي هم بيكونوا شغالين بالنهر فبيوا يحضلهم ساعة ساعتين بوعي نفسهم نوعا ما ببعض الكتب الموجودة هنا وبعدين كتير جدا من الكتب الموجودة عندنا هنا في المكتبات كتير جدا من الكتب دي زمان ممنوع اغتناها أصلا ممنوع أن يزول يقراها أو يكون شايلة في يده أصلا فتحت لنا فرصة إنه نطلع نطلع بعض الكتب اللي كانت مخزنة موجودة في بعض المكاتب السرية الموجودة عند المواطنين أو عند الباع طلعت للشارع بوضوح يعني بعد ذا للشعب أو للشباب بعد ذا ممكن يقرب الشدة يرنوا من الكتب الفكرية والكتب التوعية الموجودة عندنا هنا ففي سلاسل كتيرة جدا موجودة هنا كنت بنقاها عبارة عن كتب بي دي اف موجودة في الروابط عبر الإنترنت اللي لقيت عبارة عن كتب وراغية موجودة في الساحة فالمكاتب دي ساعدتنا كتير جدا مفرض نواصل فيها مع بعض احتصامي في مكتباتنا الموجودة في الشوارع والباع المتجولين ساعدتنا ساعدتنا والساعدتنا والساعدتنا خيار الشعب شكرا والتقدير للشباب اللي نحن شفناهم من خلال المادة دي في المعتقل كنت أتقرأ كيف المعتقل بتأكل الكتاب أكل أول شي بكون إنك المجازة في داعة إنه الكتاب دي خوش لكن الكتاب جوزي الكنز لأنه كنت أتقرأ بثلاثة مرات يعني أنا أعرف ناس في كتب مستحيل كانوا يبروها برة قرواها جواه مرتين وثلاثة مستحيل حتى الكتب كانت ممنوعة داخل المعتقل إلى حد ما في فترات تتعلم النظام شوية مذاجي في فترات كده يحسوا يقربوا التسقب يقولوا يخلوك تقرأ حسين بيروحهم لسه ماسكين وحبوا أيام كان تقعد بس كان راضي الشعارة كتابة بس ما في كتب ما في شنو متزبزة العلاقة داخل المعتقل أيمن أجيك مرة ثانية مبادرة تعليم الأطفال مبادرة نتوجي عنها مبادرة مدرسة الشهيد أحمد الخير لو تعبعتها مبادرات بتصب في ذات الاتجاه والآن شايفين إنها هي بتتطور مبادرة علاج مصابين جرح الثورة ورعاية أسر الشهداء هل ممكن نشوف من خلال حاجة مشابهة مشروع لالحاجة نحن شفناها في مبادرة أحمد الخير مثلا أكيد طبعا لأنه في النهاية كل الحاجات بتصب في مستقبل البلد ده غير إنه واصل مبادرة علاج المصابين ما أظن يكون عندها نهاية قريبة لأنه يعني في حاجات الناس ما عرفها وإحنا كنا بنحب نتكلم عنها لكن يعني زي شنو؟ زي إنه في يعني إحنا بنسميهم الشهداء الأحياء عندنا حالتين منهم لهم دهل في غيبوبة دائمة وعندنا زي حالتين برضو دهل شلل كامل بسبب التعديل بسبب الأربعة دهل واحد منهم إصابة بومبام في الرأس البقية وإثنين رصاص واحد رصاصة في النخاع الشوكي واحد رصاصة في الرأس فدية حالات حتكون مستمرة على مدى طويل يعني ومبادرة علاج المصابين ما حتتخلى عنهم مهما كان يعني فالناس حتكونوا أكفة معهم والموضوع حيكون مستمرة لمدة ما قصير إن شاء الله يومي أرجع ليك مرة تانية يا البقدات هل عزيمة الناس الأخلين يسمونه المانحين والمتبرعين المبادرة هل العزيمة دي قلت هل الآن في حوجة لدعومات أكبر ولا الأمور مطمئنة إلى الآن آي في حوجة شوف أنت بتحاول تعالج في إشكالات بتاع الثلاثين سنة اللي ورا زي ما قال لك أيمن عندنا حالات الشهداء اللحياء وأسر الشهداء دي حالات الله فعلا بنقدر نقول إننا أنجزناها وقفلناها قريب في الفترة القريقة الجاية دي صعب نحن نكون مواصمين إن شاء الله ونكون قاعدين لحد ما نقدر ننجزه جميل هلاء مجال الأطفال اللي أنتم شغالين فيه في القيادة هو مجال كبير شديد حتى على مستوى سوداني كثير من الأطفال بعالمي سوء التغذية المزمن الأنيمي الحادة المزمنة كثير من الأطفال محرومين من تلقي خدمة التعليم الأوضاع الصحية سيئة التسرب من المدارس مبارح فارس بتكلم عنه وفي آلاف ومئات الآلاف من الأطفال في السودان ما بيمشوا المدارس بسبب الجوع فواقع الأطفال في السودان حسب حتى تقديرات الأمم المتحدة السودان من أسوأ الدول اللي بيعانوا فيها الأطفال يعني أنتم مسكتوا مجال صعب جدا تصوراتكم الآن ونحن الآن مم نتكلم عن يعني ما زي زمان يعني يطفع الحرائق نحن الآن في مرحلة بناء الدول شنو الخطة طيب الموضوع صعب صعب شديد مش بس لأنه أنت بتبني مجتمع تاني يعني الأطفال دين مجتمع جايل جديد تبنيك على التبني فيه عشان أنا أقدر أسسهم من ناحية صحية نفسية حتى التعليم في أطفال ما أقول ما أقدر أطلق عليهم أطفال لكنهم عالوا في مبادرتنا كبار يعني ما قدروا تلقوا تعليم أو وقفوا في مرحلة معينة ما قدروا يكملوها أنا بشوف أن الأطفال دين أو الأولاد دين من حقهم أنهم يدخلوا المدرسة ومرحلة اللي هم وقفوا فيها يكملوها عشان نستلموا شهادة جامعية ويقدروا يواصلوا حياتهم في أطفال يتعرضوا لعنف أسري وهربوا ديري يعني يكون فيه قانون ممكن نحمل بها الأطفال دير أنه حتى لو نحن نقدر نضمهم عندنا في منظمتنا أنه ما يتعرضوا للعنف الأسر اللي هم ما تعرضوا له فيه مفاهيم مغلوطة زماني أنه الطفل لازم ينضرب عشان يمشي المفاهيم دي لازم تتغير الطفل ما بينضرب الطفل اللي بينضرب حيبقى عنيد يعني أنت حتكون عملت تأثير سلبي عليه فيه حدات نحن اللي نفروض نتغير فيها فيه مفاهيم أنه نحن أطفال الشارع دي أنا ما ممكن أقول أو ممكن أطلق عليهم أطفال الشوارع أقول أطفال فاقدي السند أنه أنا أتعامل معهم كأنهم حاجة كده يعني تقييلة علي عندنا نحن فهم يعني بالأسف الشديد المجتمع ما بتقبر الأطفال دي يعني بيطلقوا عليهم شماسة مثلا في حين أنهم أطفال يعني ظروفهم جبرتهم أنهم يعيشوا في الشارع وما زنبهم نحن نحن كسودانيين أو كناس عموما يعني كهيومنبي على المفضل الأطفال دي نتعامل معهم بإنسانية يعني نحن نحتويهم طيب أنتوا كده معنا شغالين يعني في تجاهين يعني ماذا الشباب شغالين في تجاه توعية حقيقية أو في تجاه عمل أي تربية وتعليم وتوعية هذا كله يعني المفروض نصب في الموضوع دي الموضوع دي ما ساهل أطفال دي جايين من بيئة معينة أنا الأطفال لما يجي قدوا معي في المخيم تعاون معك يعني يعني بعصبية بتعاون مع بعض بحياة الغاب نعم إنك تقدر تسقي الأطفال دي خليهم ندمجوا مجتمع ويكونوا نعجحيلي قدام دي حاجة كبيرة طيب خلينا نحلم قبل ما أمشي لائمة خلينا طالما نحلم نحلم بحقومة مدنية إن شاء الله ربنا يرزبنا العيان في دول في مجالات التعليم والصحة دي عشان توحد الجهود بتقوم بتليم كل المبادرات تحديدا في مجال التعليم ومختصة بالأطفال كل المبادرات تحت مسمى مؤسسة ضخمة وكبيرة بتطرح لها جزء من الأسهم في الاستثمار وكده عشان تقدر تغطي كل الدولة يعني نحن هنا في جمهورياتنا الرابعة دي ممكن أنتوا توافقوا أنتوا كثير من المبادرات إنكم تكونوا تحت مظلة واحدة تعملوا لهدف واحد بعد ما تجينا حكومة مدنية نحن مقتنعين بها هل ممكن تحصل حاجة زي دي؟ دي طبعا ما توقف على الحكومة نفسها لا ما هو توقف على الحكومة المدنية نفسها إذا هي ارتأت إنه هي احتوة للحاجة بتاعتنا نحن الراغبين لها يعني حتى الحكومة المدنية الجاية نحن آملين إنها تكون الحكومة نحن عاوزينها يعني ما مجرد حكومة مدنية وخلاص حكومة هل عاوزينها كيف شكلة كيف؟ تلبي رؤيتنا نحن كشعب تلبي حاجاتنا نحن القاعدين نحن الشايفين تشوف نحن رؤيتنا شنو تنفزها مش رؤيتها هي شنو تنفزها يعني حتى صوتنا يصلها دي الحاجة نحن عاوزيننا أخداد عاوزين أقول حاجة لا أنا بقوع بفتكر إنه ده ممكن تسميه جيل الرابع من العمل الطوع الإنسان اللي هو أنت عرفت المشكلة اشتغلت إطفاع حرائق بعد ذلك بدأت تشتغل على حاجة يسمى التنمية المستدامة إن شاء الله القبليين هذي كونه بقولوها في اليفطط نعم تنمية المستدامة والتشبيك والإنتاج والإنتائية دي كان كرام قاعد قال كثير شبابين كيسموا الطلس حدو على أرض الواقع لازم لازم يحصل تنسيق لازم يحصل تشبيك بالمعنى الحقيقي لازم يحصل وده حاجة سودانية حاجة سودانية اللي هي حددت النافير والإيد على الإيد تجدع بعيد دي حاجة أصلا هي أصيلة قاعدة ومهما كان مين نحا قبل كده عندنا التجربة كانت في 2012 22 ما بين جمعية المبادرة المنظمة اللي جروب بتاع فيسبوك يتلموا كلهم في مبادرة واحدة كلهم في لحظة تنازلوا عن أسامين تنازلوا عن تواريقهم تنازلوا عن كل الرصيدة الاجتماعية حقهم اللي خلق إسم واحد جديد واشتغل بوا سنين حد ما يجيز لهم نقفر نهاية مأساوية أيمن رايق شلو في الكلام اللي بقوله الشباب دي يعني في خطط بناء الدولة الجديدة واقع المنظمات والمبادرات الطوية حتكون عاملة كيفية هو طبعا لازم يحصل تقسيم للأدوار لازم يحصل للتشبيك الحقيقي تشبيك الحقيقي و بعد ذاك الناس تبقى كل واحد يقوم بيدوره اللي هو بيوصرنا كلنا مع بعض لما نقوم بيدورنا للهدف اللي احنا كلنا عايزينه لكن طبعا حاجة دي عايزة زمن عايزة توعية عايزة الناس ذاته تعريف بعض أكتر زي ما قاعد يحصل حاليا في الاحتصام يعني احنا في مبادرات كثيرة احنا قاعدين في العمر الطوعي 11 سنة 12 سنة في مبادرات كثيرة قاعدين نلقاه يا دوب في الاحتصام وبنعرفها يا دوب وهي برضو قاعدة من سنين فده ده نوع من التشبيك اللي سي قاعد يحصل غاته تعارف ما بين الناس عشان بعدين يمكن الناس تقدر تتقاسم الأدوار عشان تصل للخطة أو الرؤية اللي كلنا عايزيننا واحدة من المسير اللي بتتكلم لك عننا انه مثلا مبادرة لعلاج المصابين ورعاية أسر الشهداء عندنا تنسيق مع مجموعات الأطباء السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وقد كان نسمي الدعم الأمريكي كان حد هنا يا أخوان عشان ناس أطلق من سيدة ريلا والأطباء السودانيين المقيمين في بريطانيا وإيرلندا الناس ديل الوقفة اللي يكفوها معنا يعني اقدر أقول لك ما أقدر أقول لك الناس ديل كانوا جسم استشاري حقيقي انت بتدين سبحان الله التقارير والفحوصات من هنا بالواتساب والله ولا بي الابليكيشن البروفيشنال حقتهم دي بالواتساب خلال خمسة دقائق بيجيك التشخيص بيجيك الرد بيجيك أحسن طريقة للتعامل بيجيك إذا كان لازم يحصل فيه دعم نفسه ولا لا 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 محتاج بيجيك من مكان العلاج وين نحن عندنا مكتب زي ما تقول أو هو شباب مننا مشوا قاعدوا في مصر عشان مصر والهندي دول العالم ثالثي لحد ما قاعدين هناك عشان يشيروا العيانين لأنه ما قادرين نحن نعالجوا في بلدنا يلعالجوا في مصر أو يلعالجوا في الهند وروسيا يعني تتخيل أنه عين إلى جلين نحن ما نقدر نعالجوا هنا في حين أنه أطباء السوداني في العالم كله مشهود لهم ممكن أن تمشي ويعمل لك العملية طبيب سوداني طيب أنا عاوز أسألك المقداد يعني باعتبار أنه الكلفة عالية في الحالات دي تحديدا الكلفة عالية جدا بالنسبة لناس قاعدين في السودان للمريض وحتى بالنسبة لمبادرات الشغالة في المجال شنو الجهات اللي بتساعد في تكفل نفقات العلاج لو قلنا مبادرة علاج مصابية الثورة ورعاية أسر الشهداء عاوز توري الناس مصادرها على الهواء مباشرة عشان الناس يكونوا عارفين والله نحن بيجينا من كده بيجينا من كده بيجينا من كده بيجينا من كده اللي علاج بفضل السوداني مقيمين في القارج السوداني مقيمين في الداخل فقط كلها ممكن تقول 99% مننا 99% من 10% بتجي من أفراد فقط أفراد لا غير الشعب السوداني قادر الشعب السوداني وقف قبل كده معه للأسف نميري خيازمت مع خزافي الشعب السوداني قادر انه ينجي قادر انه يحقق كل احتياجاته مهما كان تكلفة العلاج مهما كان تكلفة التعليم دي حاجات الشعب ما كان مانعو منا إلا النظام البائد إذا سميناه نظام ذاته يعني الشعب دول الله العظم قادر حل مشاكل وقادر ينهض قادر انه يكون يكون دولة عملاقة قادر انه يرجع الجنوب لكن مع بعض نعم أهلا ليه ما السؤال ممكن قد يتبادر قد يتبادر في أسان بعض المشاهدين بتعبوننا الآن ليه انتم الناس الشغالين في مجال الأطفال ما حاولتوا تتوسعوا أيضا وتخاربوا الناس البر هناك في سودانين كتار ما حالفوا ملحظ والظروف وظروف العمل برضو هم بر وبيبكوا كل يوم يعني انهم ما حضروا الثورة وما حضروا الانتصار وما صبوها في الاعتصام وما موجودين وعندهم استعداد حقيق انه يساهموا في أي عملية بتاع الدناء الآن في قصور من بعض المبادرات في انها هي تعالن عن نفسها وعن مشروعة بالشكل الشيك ده بشكل الظريف يعني جدا نحن مبادراتنا على فكرة يعني قائمة دعم أفراد ودعم ذاتي من منظمتنا ده بيبقى دور الإعلام انه هو يظاهر الصورة الشيك خطط الكرة في ملعب شفت الباثدكة شفت المغضايا الباثدكة سواصلي تصدلي الصور الشيك برا عشان نحن يعني يسلط الضوء على المبادرات بتاعتنا عشان تجينا دعومات من جهات تانية غير انه نحن صراحة واقعين في مشاكل كبيرة يعني مبادرتنا يعني حاجة صعبة يعني اقول لك انه لوحدة اللي نحن نقدر نعملها مسؤولية كبيرة جدا مستهيل لوحدنا مستهيل جدا مسؤوليتكم حتى أكبر من مسؤولية علاج مصابين للثورة يعني مستمر يعني مفروض بعد الاعتصام يعني أنا سبع عين في المخيم حاوديكم مين ده أول سؤال نعم 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 كان فكرتنا نعمل دار نعمل لهم فيها نعمل لهم فيها حتى تأهيل نفسي حتى الموسيقى حتى المسرح الطفل نفسي يكون واسق نفسي يعني أي حاجة الطفل يقدر يفرغ فيها طاقات وفرغها فيها طيب الناس يتواصلوا معاكم كيف لو في ناس طبعا كتارة الآن بتابعونا الآن نحن برضو بشكل الشيك برضو دارين نظهرهم للناس الناس يتواصلوا معاكم كيف يا ألا دارين يجوكم دارين يتواصلوا معاكم دارين يدعموكم دعم مباشر نحن مخيمنا لشمال البحرية من المخيم بتاعنا عندنا صفحتنا شمال البحرية بلدي تهوية بلدي تهوية البحرية كده يلا عندنا صفحتنا منظمتنا لون الخيرية شكل المبادرة موجود في الصفحة ممكن يتواصلوا معنا يعني الصفحة على فيسبوك على فيسبوك وفيها أرقام التلفونات وفيها كل حاجة جميل أيمن جيك راجع ثاني أنا طيلة فترة التظاهر لحد بداية الاعتصام الأطباء ظلوا بيقوموا بأدوار كبيرة جدا الجيش الأبيض يعني الناس بيقولوا لو لا الأطباء وكفتهم لما تسارع إيقاع إسقاط النظام بالشكل الموجود نرفع لهم القبعات طبعا هذا عمل شارك فيه كل سوداني لكن ما في أحد ممكن ينكر الدور اللي قاموا به الأطباء الأطباء برضو قاموا بيدور كبير معاكم لعلاج المصابين وكذا دائرك تدينا من أبرز القصص اللاقتك في الحاجة أكيد طبعا يعني الأطباء العملوه في أيام المظاهرات والمواكب شيء لا يوصى في عنه ممكن واحد كان من الأطباء في مستشفى كنا شغالين فيه كان بيقول إنه أي زل عايز أخصائي كبير في البلد دي وما لاقيه ييجي الساعة واحدة في المستشفى لأنه سيكون قاعد ستاند باي لشان يكونوا مستعدين للإصابات المتعي فعليا كان بيكون كل الأخصائي الكبير قاعدين موجودين الساعة واحدة بيكونوا وازنين نفسهم مع المواعيد بتاع المواكب ومناطقه وكانوا بيوزعوا نفسهم على المستشفى القريبة من المواكب وكذا يعني الأطباء كانوا بيعملوا في عمل خرافي جداً يعني بتذكر واحد من المصابين كان محتاج زي عملية معقدة جداً كه العملية ذاتها محتاجة لأربع أخصائيين مختلفين في ظرف تلاتين دقيقة من وصوله للمستشفى الأربع أخصائيين من أكبر الأخصائيين في السودان بدون ذكر أسعاني موجودين كانوا موجودين وكانوا دخلوا غرفة العمليات وراجعين استقبال المريض أيها المريض يصلهم عشان يشتغلوا عليه طوال في يعني قدر ما أنا قعد أحكي مواضيع الحياة اللي شاهدناها من الأطباء في أيام الثورة دعمها يمكن بيبشر بنظام صحي ذاته مختلف يعني المسألة يدبوا الريكن ومسألة ما في الأطباء هم ذاته ولا في الأخصائيين المشكلة في النظام الصحي البناهو الإنغاز وبناهو الكيزان طيلة تلاتين سنة سنخليكم معانا مشاهدين الكرام فاصل قصير ونرجع موسيقى 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 أنتم تتابعون شارع القيادة مرحبا بكم مرحبا بكل المشاهدين الذين انضموا لمتابعاتنا المقداد إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التحيوزات الثقافية الاختلافات الفكرية الأيدولوجية في مسار العمل الطوعي وانت عارف أن العمل الطوعي يحتاج للتضافر كل الجهود كل الناس المدى إيجابي بعيد ممكن إيجابي يتحيير لكن في كل المجتمعات التنوع حاجة إيجابية اختلاف الثقافات اختلاف الأفكار اختلاف الايدولوجي والرؤى عنده إيجابيات ما تقدر تتخيلها نحن الاختلاف حقنا القاعد عندنا هذا في الدول في العالم ساكسك في ناس بفتشوه في التش أمريكا فعتحالي لوتري وكنداد فعتحالي لوتري وانماني تشيل وتحنس في الناس نحن عندنا اختلاف نحن أنا بفتكنا في السودان بلد غني بالايدولوجيات والأفكار والثقافات نحن يمكن نكون البلد الوحيدة بتلقى البيت الواحد فيه ثلاثة ايدولوجيات متباينات متباينات كله كله بتلقى مع أخوان أو ودو أبو وبيته أمة فهي لامد بعيد جدا بشكل إيجابي أنا بس بفتكنا أننا كنا ماشين في طريق كويس قفل منه بجدار لمدة 30 سنة لكن في النهاية سقط الجدار ده فحنمشي بشكل ممتاز التباين بتاع الايدولوجيات اللي نحن مزاخرين به وغنيين به ده والله العظيم أول ما يلقى الجو بتاع الحريات والدولة المدنية حينتج لك حاجة أصلا ما تتخيله إذا كان إنت سلمية الصورة بس بيجي ضربان مثلا في جزائر وفرنسا بس سلمية الصورة تخيل أنت لما تيجي تبني الناس هتفتي شكل السودان ده تاريخيا من الدول المضرب مثلا في البناء في التعمير في التأهيل السودان كان من الدول المتقدمة جدا في الخدمة المدنية التنظيم بتاع الخدمة المدنية العالم كل بيجي يتعلم الخدمة المدنية في السودان لكن عملنا بوست كده في 89 تحلينا منه أساغر عملنا كونتينو طيب ألا يعني بيشوف منصات طوعية في العالم بيتعبر عن الشعوب يعني بالقاتس عنده نظمة كبيرة ومؤسسة هو بعد ما خلاص قرر إنه ما يشتغل بيزنس ثاني فبيقى بيشتغل سوشال رسبونسيبليتي للناس وفي الدول العالم التالت وكذا شافينا المنصات حتى بتعبر عن أفكار الشعوب الآن من نظمات المجتمع المدني لأنها مقبولة ده السبب الأول مقبولة جماهيريا وشعبيا هي ممكن تكون الأنسب إنه يتكلم وهم السفراء الحقيقيين للسودان بره يعني هل في تصور لأنه انتو تعكسوا كل الأشياء الجميلة اللي تمت في الثورة دي لأنكم انتو تحديدا أقرب ناس لأنكم انتو في الميدان ما لأي اعتبارات تانية خلافات مني اعتنوا يعني في مرة كان حضرت اجتماع مع المجلس العسكري اللي هو مؤسسات المجتمع المدني المنظمات تحديدا كل الخلافات كانت انت كوز انت ما كوز انت كوز انت ما كوز فحصلت هالي شكل لا مكان في كرسي دي بتاع تقبل كرسي كرس ويعضعيض في بيكوط يعني صراحة يعني خدتوا خلافاتكم على جنب نحن عندنا الهدف معين تصفية الحسابات دي بعد بعدين ما وقته انت دار تبني بلد انت دار تعمل حاجة انت عندك هدف معين عندك رؤية معين شو انت كوز ما كوز ما وقته يعني يعنينا نحن بس نخد خلافاتنا على الجنب نشوف هدفنا شنو نعمل هدفنا نشتغل عليه بعدين موضوع الخلافات يعني احنا شغالين تطوع ما شغالين احزاب او ما شغالين في سياسة احنا شغالين في مجال تطوعي السياسة على الجنب والتطوع هنا هدفنا حاليا لو بطلنا موضوع تصفية الحسابات واشتغلنا ممكن أن نكون منبر أن نستطيع أن نوصل صوتنا وصورتنا للغاية جميل النبرة الأقصائية أو النبرة الشيطانية لمبادرات العام للشغالة في خدمة المجتمع وتقديم تحديدا مبادرتكم أنتو فازت بنصيب كبير محترم من الانتقاد والتخوين في الناس قالوا دي الجماعة دي الشيوعين دي الشيوعين ناس مقداد وأيمن ونازم سراجو دي الناس شيوعين بجيبهم بقروش من بره السيناريو هاته منتشر عند الناس لكن ما صدقوا هالناس حقيقة أنتو حافظتوا على ثباتوا على توازن عجيب في أقصى لحظات أو أيام الاستقطاب اللي كان بيتمارسوا للانغاز وكيزان ضدهم كيف تقدروا تساهموا برضو بذات المعوال في البناء في جمع السودانين ما في تفريقهم الحصل في الفترة الفاتتة كل اللي عوناه بصاده بينه مواجهينه بحاجة بسيطة جدا اللي هي الشفافية ونشفافين بكل حاجة بتنلاقي المصابين وصلونا مصاب بحاجة الفلانية بنا نحتفظ بسرية بالنسبة للمصابين بنا نحترمون لكن لننشر لننشر الحاجة الحاصلة عشان الناس تعملون أنت قاعد تعمل في شنو يومي في النهاية أنت موضح هدفك وفي شفافية ما بينك وما بين الداعمين والناس المتلقين للخدمة فالشفافية دائمًا بتحل للك كل الإشكالات دي وما دام في هدف قدامك وانت مشعله ما في حاجة بتخليك تتلبد منه أيمن وغشيت مبادرة الحلاقة المجانية في شعر القيادة مغير أندو حتى حقتو خاصة لديقينو طيب ما مشكلة يعني حتى لديقين لان احنا ما كان يعني شنو عندنا زي شهرين كده بدون حلاقة فبقينا نحن الكثيرة لأيام الأخير يميل طبعًا مبادرة الحلاقة المجانية في شعر القيادة يعني أنت في القيادة بتقرأ وبتتعالج وبتتعلم وبتتونس وبتتعرف على ناس كتار جدًا تشرب شاي وقهوة وممكن تتزوج برمناسبة بردو في مبادرة الزواج جميلة بردو قاعد تحصل وبتحلق وحنلاقين مهرة في القيادة العامة خليلو نشوف المادجة وصي عبدالغفار محمد صالح واحد من الجماعة تجمع بدأ الحلاقين من الحلاقين الكبري الحرية ففي الحقيقة هو تجمع تدري ما تقول شنو هو عموما تطبع السودان وشكله تمام التكافل ويعني تشاوي من مناس الشاهل مع بعضه وكل كاذب فنحن حبينا نقصر رسالة عن شنو مش للسودان بس حتى للعالم العربي والعالم الثاني بانو ينحن ناس يعني هم هزي ما تقول شنو يعني السودان عموما يعني في التكافل واحد واخواننا هنا طبعا محتاجين لنا زي ما نحن بكون عندنا ظروفنا اللو سرية تمام بتبعدنا شوية عن انو نحن نقيف مع الناس لكن حبينا نخصص يوم زي اليوم ده نجي نساعد فوق الناس ونقدم فوقهم تمام أشيء بنقدر عليه يمكن ان إحنا ما نقدر نساعدهم بالموية ما نقدر نساعدهم بلاكل تمام أور نحن حاجة لأن نقدر نساعدهم بشير بنامتلكوا اللي هي المهنة اللي هنحب نمتلكها وكل الناس اللي هي هنا موجودة في viel كلا ناس بصيدة وناس على قدر وناشع له هل 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 وإ شاء الله يعني مني من ربنا انو يغير الأحوال من حال يعني الي حال أفضل زي مع كل الناس اللي هي موجودة هنا مطالبة بالحاجة دي تمام وأنه يعني عموما كلنا في سقف واحد هو سقف سودان فالتمنيات نحن في الوضع الصلح من أبسط دول يعني أكثر دول تمام فإن شاء الله ربنا يغير الحال من حال أفضل أصلاً نحن كلنا إبارة عن أسرة معنا شخالين تحت قبري الحرية في جاكسون عربي جاكسون كلنا شخالين في تحت قبري الحرية والشباب اللي أكفي معنا هنا دين كلهم ما شاء الله كل الماجيانة اتكفل بييدوا ويقف معنا وفيناس يتبروا لينا بحاجات الحمد لله نحن جيناس نقيف النسائد أخوانا اللي هنا وقفين معنا في الاعتصام هنا والحمد لله على كل حال هنالله يجينا النسائد أخوانا ليل أشوفوا القعدين هنا والناس الكبار أي زول يراحلك هنا هلاقى أننا هنا مجان لألاحاس الكل بالزبط إن شاء الله تمام الحمد لله وإذا قلت لكم في شواب جواق وطوانا هنا والله سراحتا من أجل الانتساب من أجل الحلاقة ونساعدهم إن شاء الله ما من قيب ما من نكسر في أي زور في أي حاجة كل شيء يكون وارد إن شاء الله موجود إنه نقوم شقانين لحد المغرب شامي شقابت نحن نقفل ما مشكلة نجي يوم تاني مرضو تموم نساعدهم لكنا نحسر أي دمارة انتقاب من لنا وما جينا بحاجاتنا كلها ملتزمة بس جينا لينا مقاعد قمنا ساعدنا جينا خطينا وجينا علقنا مرعايتنا في النفس ما شايفينه قمنا الشغل لحد الشامي شغيب قمنا نقفل نمشي أرس قافي أكتر مثلا الحمد لله على كلها وداء مجان في وجه الله تعالى هذا يريد أي شيء من أي زور نقفلين هنا بنفسنا فقط بالحقيقة كنا متحركين من موقف في العربي أروا معي صوار وصادف لهم في نفس الموقف وتحرقنا سوا وجينا هنا شغلهم تمام ما في كلام أول حاجة في نضافة وجايبين كل الحدة بتعات النضافة حلاقاتهم مئن مئة وشغلهم تمام يعني وشغلهم مرتب ومحترهم ما في أي كلام الله رأي أن فكرة ممتازة للحلاقين وأنهم دعموا الفكرة دي وأنها من مواهب المطفونة في بلدنا وإن شاء الله يستمروا والحلاق زي ما أقالوا بالمزاد زي ما أقالوا بالمزاد ما في كلام وإن شاء الله كل الناس تحرك وتسجوا التالي نستمرين إن شاء الله مبادرات مختلفة ومبدعة وفريدة من النوع يعني نحب تخلينا بنقول إنه الحصل في القيادة العامة غير الحصل في التحرير ولا الحصل في شارع الحبيب بورقيبو في تونس ولا في ميدان الأربعين في اليمن مثلا ده شي مختلف ده شي جديد تماما يعني ما حاجة بتشبه بحاجة مختلفة المقداد أنتو جهة مدنية بتقدم خدمات لكل شرائح المجتمع السوداني بعدالة وبكفاءة وبجودة أيضا ده ما كلامنا كلام الناس يعني الموجودين دي ما حاجة فيها نقاش لكن كمان الآن عندكم تحدي كبير في إنكم أنتو تدعم أنتو الآن تعملوا في ظرف لسه الدولة ما تشكلت يعني ما في حكومة مدنية الآن في مجلس عسكري يفترض إنه يمشي الدولة انتقاليا لفترة معينة بعد ذلك يجي يتجي حكومة مدنية المسألة دي رؤيتكم في عشر أبدأ لك بأن ربنا يحلهم من المرضى الكنكشة يجي لا يظلمسك السلطة دي فربنا يحلنا ويحلهم من إنهم يكنكشوا في الموضوع دي نحن رؤيتنا لأنه يا أخي زي ما أنتو قلت هو مجلس عسكري انتقالي حسب ما هو وعد في خطابه الأول والثاني إنه هو هيكون قاعد لفترة موقتة خلال الفترة دي حيحيل السلطة وكل القوة بتاعته دي اللي جيها مدنية انتقالية اللي جيها مدنية انتقالية بعد ذلك يكون حارس الحدود يرجع لسكناته يرجع لمسمى قوات الشعب المسلحة دي الرؤية بتاعتنا فنحن بنشوف إنه كتير شديد بيحصل إنه دي الجيها عسكرية انتو كيف حدا قدروا تشتغلوا معهم نحن ما أين فعين نشتغل معهم يعني أنا بفتكر لا حد ما إنه جزء كبير منهم قد يحتاج الخدمة نحن بالنسبة حالجنا عسكرية يعني قبل كده فهم ما صعب إنه نحن نقعد معهم في شكل بتاع جسمين متوازين جسمين متقابلين يعني جسمين متوازين كلهم نشتغل لخدمة البلد بنمشي في خطين ما بنلتقي فيهم صعب جدا إنه يحصل بإننا تعاونه اللهم إلا إذا داريت ضرعوا بالدم عبر بنك الدم لكن بحيرون شوية بقصة إنهم ما عارف دارين يشتغلوا علاج مصابيين دارين يشتغلوا فيه قاعدتوا معهم في الاتماع تدعوا إليهم مشكلة لا 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 صعب جدا قلتكم جهة عسكرية ما منطقين رفضتوا إنكم تقول دي أنا ذاتي ما عارفوا الناس شوية يجابين لهم تاتشربة بيقبط هليكوبتر قابل ضهب بعد شوية دارين يجبطوا حرامية في شوقك بعد شوية دارين يمارسوا سلطات على الموضوعات بتاعة العمل الطوع والإنساني بعد شوية دارين يشتغلوا يصلاح في النظام الصحي النظر نسوا إنه هم عسكريين انتقاليين نسوا دي صلت المجلس عسكريين انتقالي فمرة مرة كده بنحتاج نديهم تنبيهات لإنه يا أخوانا قدركزوا حاجتكم عشان نحن نركزوا حاجتنا عشان نلقي الدام نقدر نشتغل ما واحد يسبق أخوه ولا واحد يبعد من الثاني فنحن بنحب نذكرهم دان بأن نحن بنسير في خطين متوازين بنمشي مع بعض ما بنلتقي عشان نصل للحلم بتاعنا بتاع الدولة السودانية الوطنية الديمقراطية المدنية لكن قصة إنه يقعد يحصل خلط التخصصات ده وهب الحاجات النقية ده بيعملوا فيه ده أنا ما عرف حد دوين لكن حيخلص مشوش وزا كتر حيزقوط إن شاء الله جميل قبل قليلنا نتناقش حول وين مشت منظمات الكيزان قبل قليلنا نتناقش عن منظمات الشنطة بإجازة حايمة بكل قوة عين لسه 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 حايمة ما عرف يمكن هم عندهم نقرال هم منظمات كيزان أو أنه لكن لسه حايمة يعني بنفس قوتها بنفس جرآتها وعادي يعني كانت شغالة بس ليها كانت شغالة على الأرض ما كانت منوس أيمن؟ طبعا الجواب واضح جدا أنهم كانوا شغالين سرقة و يعني بكل بساطة هم عبارة عن غسيلة الموال للكيزان يعني أدلين مجلسة عسكرية أو المجلسة جمت حساباتهم؟ يعني إذا كانت منظمات شغالة مهنية ما كان مجلسة عسكرية يعني لكن نحن بس نرجع شوية كده يعني بداياتنا في العمل الطوعي إحنا كنا تعبنا جدا بسبب منظمات الكيزان دائما نحن ناس يقول تعبنا جدا في أنه نغير نظرة الناس العمل الطوعي عموما في السودان لأنه كانوا شوهوا سمعة العمل الطوعي بشكل سيئ جدا بسبب تصرفاتهم و السرقة اللي هي كانت بدون أي يعني حس بتاع خجل عشان كده كان المجتمع حين تذكر برميلة لمن برميلة لمن برميلة لمن ضحك أي من نوعنا حاجة خطير أخطير عشان نغتنبان كان في زمان في دار المايقومة فيه هو زول عربي أنا أفكر لبنان أو سوري الكلام ده 2009 أو 10 قبل أزمتهم ربنا فيك إن شاء الله فكان في منهم زول بي يأخذ تلوي برميل بتاع برميلين بتاع الحليب جميل جداً نظيف معتني بنظافت وبيحص جديد بدخلوا دار المايقومة كانت تقريباً من يومين في الأسبوع فنحن كنا مطرودين من قبل الإدارة بتاعتها للدار لأنها كانت خاضة على منظمة أنا السودان الخيرية فكننا بنكون قاعدين برا كماسكا محمد محددين جميعا بي والله لا جمعنا بي فنحن بيكون قاعدين برا في المظلة دعائي خلاص يا دعائي جداً الله يقبل الدعا بيجي تستوري بخطة البرميل بتاع اللبن عشر دقائق البوكسل هنا ده ممكن وصل رأس الشارع بيجي بوكسل تاني بالخل بيخفى على البرميل ده وبيطلع الحقيقة شيء نعلا لحنا كان ثلاثة وأربعة بمفسحه في البرميل كانولا شو والله يقدر يغلون لشن ما عار طيما بغل البلد شكراً جزيلاً لك للأستاذ المقدارة فضول باشمنت المقدارة فضول عضو مبادرة مصابي علاج مصابي الثورة ودعم شهداء ثورة ديسمبر المباركة شكراً جزيلاً لك شكراً أيضاً للأستاذ أيمن سعيد عضو مبادرة علاج مصابي الثورة ورعاية أسر الشهداء شكراً أيضاً للأستاذ ألاء أحمد خوجلي عضو مبادرة أطفال القيادة شكراً جزيلاً لكم أنا سمتعت جداً في الحلقة جيدة في الواردة وهؤون ديل هم شباب السوداني يعني يشتغلوا دائماً لأجل الوطن عندهم رؤية رؤيتهم في كيفية إدارة دولتهم رؤية سياسية والرؤية المجتمعية وأثبتوا وأثبتت الأيام أنصفهم ربنا يعني أنهم هم ديل الناس اللي بيشتغلوا على أرض الواقع إنهم هم الأجدر والأكفأ ديل وكل الناس الموجودين نحن ما بنحتفل بشباب ديل بس ديل لسان حال كتير من الشباب الموجودين الآن اللي نحن برضو بنعتزر زي ما اعتزر المقدار بيناهم ما قادرين نصلهم نحن برضو بنرفع لهم ونقب بعض كبنا بكراً إن شاء الله موضوع جديد في شارع القيادة مع ضيوف جدود يبقوا دائماً متابعين لبرامة سوداني 24 ممكنكم متابعة هذه الحلقة على قناتنا على يوتيوب سوداني 24 تيفي كما يمكنكم مشاهدتنا عبر خدمة البث الحي على يوتيوب وفيسبوك هذه تحياتي تحيات فريق العمل لليوم مقرورنا بتحيات زبيلة عفاه سر التي رافقتني في لغة الإشارة أبو عرك في الختام ونفرح بها سماء السودان تعالوا للي ألوان الطيف ألف الخرطوم أبناء شعبي والثم درمان موسيقى تعالوا نغني هنا الأيام جاية كثير ونفرح بها سماء السودان موسيقى مساوية day البداية موسيقى 해�